موسيقى أدنى المشكلة في أن أنا أرد الناس لما حيث أن هما زعلين مني أي أن كان الهدية والمقصد أنا عمري ما بقى عندي مشكلات شخصية مع حال بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم نوارني في قناة هيس منتو اليوتيوب حلقتنا النهاردة عن الموضوع اللي أصار السوشيال ميديا موضوع أصار الرأي العام في الـ 24 ساعة لفاته موضوع تامر أمين نقيب الإعلاميين إيقاف تامر أمين وحالته للتحقيق وده خبر النهاردة والثالث مرة تامر أمين بيع تازر أعتبروني أخوكم 24 ساعة مسيرة في حياة تامر أمين بعد الإساءة للصعيدة وده هتكون فقرة من فقراتنا النهاردة ومعنا فقرة تانية بعد أزم التامر أمين الأخيرة حكم عليه بالسجن لمدة عامين وأنقذه التصالح وهنعرف مع بعض القصة كاملة بعد إهانته للصعيدة لن تصدق ماذا كان يعمل تامر أمين وده قبل دخوله مجال الإعلام وأنتعرف على العائلة تامر أمين زوجته وبناته أما عن رأيي الشخصي في الموضوع ده كله وأزمة تامر أمين خليكم معايها أقول لكم في آخر الفيديو أصدر نقيب الإعلاميين الدكتور طارق سعدة قرارا اليوم بإيقاف تامر باسيوني مقدم البرامج على قناة النهار منعه من الظهور الإعلامي على أي وسيلة إعلامية وكمان أحلته للتحقيق وده بسبب حديث تامر المرفوض عن الصعيدة أكد لنا نقيب الإعلاميين احترام النقابة وجموع الإعلاميين لأهالينا جميعا وخاصة في صعيدة مصر من ناحية أخرى أكد المجلس الأعلى للإعلام ضرورة الالتزام بمدونات النشر والتي تحض على تعظيم القيم السلوكية والأخلاقية مع التأكيد على الإحترام الكامل لأهالي الصعيد وابداية المشكلة لما الإعلامي تامر أمين أدل خلال برنامجه المزاع على قناة النهار بحدث تسبب في استياق قطاع كبير من أبناء الصعيد والأرياف على الفور بقى أطلقوا هاشتاج على مواقع التواصل والاجتماعي عايزين يحسبوا تامر أمين ورفضوا الاعتذار اللي تقدم به الإعلامي تامر أمين أما عن كلام تامر أمين اللي أغضب الصعيدة إن أهالي الصعيد لا ينجبون أولادهم من أجل التعليم أو التربية السليمة وإنما من أجل أن يخلقوهم وهم أطفال في سوق العمل سواء في المعمار أو صبي ميكانيكي أو غيره كما وصل الطفل الصعيد بالواد بيريا تطرق إلى جانب آخر إن إنجاب البنات أيضا كان ليه فايدة لهم قال إن الأب والأم لا يفكروا في تعليم البنت إنما يتم شحنها إلى القاهرة أو أي مكان آخر حتى تعمل في البيوت وفي النهاية تعود كل هذه المبالغ إلى حجر الأب ده كان كلام تامر أمين اللي أغضب الصعيدة أعتبر بقى الصعيدة كلام تامر أمين إهانة كبيرة فقد صور الأب والأم في الصعيد كأنهم من تجار البشر وكمان كلمة شحن شحن البنت للقاهرة كأنه شاب البنت بإن هي حيوان يتم نقله أو حتى جمال وبذلك كان التهم التامر أمين هي تجريد هؤلاء الناس من كل مشاعر الإنسانية كأنهم ينجبون من أجل ذلك الغرض فقط مش بس كده ده كمان أهان الرجل في الصعيد ووصفه كأنه شخص كسول ناين في بيته منتظر المبالغ اللي هتجيله من أولاده رغم أن الجميع يعلم كم هي جدية الرجل الصعيد في العمل والشيء اللي أغضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي والمصريين عمتا إن ده إعلامي كبير لا تخرج من لسانه جملة إلا ويعلم أين هي ذاهبة وماذا يقصد بها لذلك نقول للإعلامي تامر أمين اعتذارك غير مقبول ده كان رد الجميع على اعتذار تامر أمين كمان الناس اعتقدت أن التحرك الأعلى للإعلام ضده هو اللي خليه اعتذار علشان كده رفضوا اعتذاره ودلوقتي هنتعرف مع بعض على عمل تامر أمين في البداية قبل دخوله مجال الإعلام تامر كان بيعمل في مجال السياحة بدأ مشواره في قناة النيل الأخبار كموزيع نشرات إخبارية ومقدم برامج البرامج اللي قدمها لنا كان برنامج الحدوتة الملتهبة وبرنامج ترمومتر وبرنامج صنوع التاريخ وكمان برنامج النيل يعاني والبعض الآخر وبالبونط العريض قدم لنا بعدها العديد من البرامج كان من أشهرها لبيت بيتك مع الإعلامي محمود سعد أما زوجة الإعلامي تامر أمين هي الإعلامية شيرين الشنيتي بعد زواج شيرين من تامر ارتدت الحجاب وكمان اعتذلت أنجب تامر منها بنته ملك ونور ظهر تامر أمين في برنامج قبل فهيتة ظهر مع بنته كبيرة في أول ظهور إعلامي لها تصرحات تامر أمين ما كانتش المرة الأولى اللي بيصير فيها الضجة اتعرض تامر لموجة كبيرة من الانتخادات وده بعد استضافته الرانيا علواني عدو مجلس إدارة النادي الأهلي حيث اعتبر المجلس القومي لحقوق المرأة ذلك اللقاء بمثابة إهانة وتهكم على المرأة وده بسبب الأسئلة اللي وجهها تامر إلى السباحة رانيا واللي وصلت لحد الاحتدام الغير مهني اللجنة وقتها وقفت برنامج آخر النهار اللي بيقدمه تامر إلى حين أن يوفق الأخير في أوضاعه القانونية من ناحية أخرى تم اتهمه أيضا من قبل عارضة أزياء تقيم بدولة الإمارات تدعم مريهام عبدالقادر اتهمته بسببها وقصفها وده من خلال تصرحاته عبر برنامج آخر النهار وذلك بعد الأزمة التي حدثت مع لعيب منتخب مصر في كاس الأمم الإفريقية الأخيرة تامر بعد كده تصالح مع عارضة الأزياء مريهام عبدالقادر وتم إلغاء حكم الحبس الذي صدر ضده بقى كشف لنا الإعلامي تامر أمين وده من خلال استضافته ببرنامج شيخ الحارة اللي بتقدمه المخرجة إناس الدغيدي قال إن الفنانة في في عبده كان صدقته وده قبل ما ترفع ضده أربع أضايا أربع أضايا بسبب انتقاده ليها مشيرا إلى أنه حصل على أحكام بالبراءة براءة في هذه القضايا ولسيما أنه يعرف حدوده المهنية والقانونية بالمناسبة تامر أمين حاصل على نصان سألسهم قسم لغة إنجليزية وأزبانية سنة 96 هو ابن الإعلامي المعروف أمين بسيوني وأخوه كمان إعلامي إعلامي معروف على بسيوني مقدم البرامج الدينية وعلى فكرة زوجة أخيه من الصعيد تامر لما اعتذر للصعيد قال إن زوجة شقيقه من الصعيد وهو بيعتز وبيفتخر بيها كان لازم يكون في رد فعل من شبكة قنوات النهار شبكة قنوات النهار قدمت اعتذارها لجميع أهالي صعيد مصر ورفة وده في الوجه البحري وذلك بعد الخطأ الغير مقصود شبكة النهار كان لها رد فعل أعلنت اعتذارها الرسمي في جنوب مصر وأهل الريف في الوجه البحري أعلنت اعتذارها برجالة وسيدات أهل الصعيد وقالت إن هم قوام هذه الأمة وإن رموز مصر على مر تاريخهم أهل الصعيد أهل الصعيد جاءوا من نبتة هذه الأرض الطيبة وكان لهم بصمات كبيرة في كل المجالات كما أضافت الشبكة أن سيدات مصر هم تاج الرؤوس وإن المجتمع لا يستقيم ولا يقوى إلا بهن وقررت شبكة النهار حصف هذا الفيديو الموسيق أما اعتذار تامر أمين جاء كالتالي والله لم أخصل الإهانة تماما ودي آخر حاجة تيجي في بالي وآخر حاجة في الدنيا آخر حاجة لأكون حبيبا من حد من الصعيد يكون زعلان مني وبقول لكل صعيدي وسعدي يا جزمتكم على راسي من فوق وأنا ابن ريف مصر وأنسبائي من الصعيد وأتشرف بهذا النسب وكان قصدي خير لكن أي واحد زعلان مني بقول له أنا آسف وبتقدم له باعتذار صريح وسينشر في كل مكان وبقول لأهل الصعيد ما تزعلوش مني لأنكم أهل صفح وعفو وكرامة تحياتي لكم جميعا ولسعيد مصر ده كان اعتذار تامر اللي ما حدش قبله إيه رأيكم؟ المفروض الاعتذار ده يتقبل ولا لأ؟ أنا مستني أسمع أراءكم في التعليقات أما عن وجهة نظر الشخصية واللي قلت لكم هقولها لكم في آخر الفيديو بالنسبة للناس المعترضة على اعتذار تامر أمين وقاله أنه هو إعلامي كبير والمفروض بيكون عارف كل كلمة رايحة فين وجاية منين فعلا كلامكم مظبوط جدا لكن الراجل قدم اعتذاره واللي أنتو مش وقدين بالكم منه أن تامر سواء إعلامي أو غيره أي إنسان أنه هو في الأول وفي الآخر إنسان والإنسان خطاء يعني هو أو غيره أو أنا أو أنت أو أي حد بيسمعني دلوقت لازم بيغلط في حياته وكلنا بنظرف كلمات في بعض المواقف ما بنكونش قصدينها بيزعل مننا ناس كتير وعلشان كده ربنا أمرنا بالصفح وأمرنا كمان بالعفو عند المقدرة العفو ده بيجي من منطلق القوة مش الضعف علشان كده لازم كلنا نسامح تامر حتى لو كان أخطأ هو بس قاصي في كلامه شوية وأساء التعبير ومش معنى أن الإنسان يغلط نفضل نعلق له المشنقة هو عتذر والمفروض نتقبل أعتذاره وعلى فكرة أنا من الصعيد من المينيا وكإنسانة من أهل الصعيد أنا بتقبل أعتذار تامر أمين والشق التاني اللي أنا عايز أقوله لكم هو أضحه لكم هتكلم معكم بصراحة أكتر هو اللي قاله تامر أمين ما بيحصلش ببعض الفئات في حياتنا في مصر سواء بقى في أهل الصعيد أو في أهل الريف أو في أهل المدينة في أي حتة في أرض مصر في مننا متعلمين وفي مننا جهلين والناس اللي ما تعلموش أو بيكون حياتهم على قدهم فعلا بيستغلوا أولادهم وبيشغلوهم سواء بقى كانوا أولاد أو بنات حتى البنات بيجاوزوها في سنه صغير جدا فاكرين في التمانينات والتسعينات لما كان بيجي بعض أسرية العرب لمصر كانوا بيتزوجوا من فتيات صغيرات وأهلهم بيكونوا فؤراء وكانوا بيوافقوا على زواج البنات الصغيرة من أسرية العرب فاكرين ولا لأ أهي دي مثلا سلبية من السلبيات اللي فعلا كانت بتحصل في مجتمعنا يا جماعة مش معنى ان احنا نلقي الضوء على سلبيات في مجتمعنا ان احنا نعمل من السلبيات دي بتحصل في كل المجتمع لا سواء المجتمع المصري أو العربي أو أي بلد من بلاد الدنيا كل بلد حتى البلاد الغربية فيها المزايا وفيها العيوب فيها المساوى وفيها المزايا وفيها حاجات بتحصل كويسة وفيها حاجات بتحصل وحشة مش معنى ان احنا نسلط الضوء على حاجة مش كويسة ان احنا نعمل مش شيء وكلام تمر أمين في جزء من كلامه صح وهو فعلا في بعض السلبيات في مجتمعنا وده اللي بيقدل الزيادة السكانية الجزء ده خاص بإنجاب الأولاد علشان فعلا يساعد وصارهم في عملية الإنفاق وده مش بيحصل في الصعيد بس لا بيحصل في المدينة كمان أما غلط التمر اللي هي المفروض يحسب عليها وخلاص الراجل قدم اعتذاره انه هو حدد السلبية دي لأهل الصعيد أو أهل الريف لا السلبية دي بتحصل في كل مصر في أي مدينة من مدن مصر بس بتحصل بشروط ان أصحابها يكونوا مش متعلمين أو الفقر اللي بيخلوا الأسر دي تشغل ولاتهم في سنة صغيرة وياريت في آخر الفيديو تكونوا فهمت وجهة نظري مش سنية أسمع عراقكم في التعليقات هل فعلا خطأ تمر أمين يستحق ان احنا ما نسمحوش وهل فعلا يستحق وافع عن العمل ولا لا وخصوصا بعض اللي تظهر اشتركوا في القناة